نبقى في أجواء البطولة المغربية يعني فبعد الزوبعة التي أثرتها قضية عدي الكاروشي والإصابة ديلة في المعسكر مراكش قبل بدء منافسات الشان الجامعة تبرئ الكاروشي أمس وتبرئ أيضا فريق الرجاء لكن على ما يبدو هناك جديد هذا اليوم فأكيد فأكيد هناك جديد لأنه جامعة درجة مع طبيب فريق الرجاء البداوي عبدالله طيب أساعد زكيني مدرب طبيب المنتخب المحلي وحتى النجدي اللي هو معالج طبيعي وإضافة إلى الكاتب اللاعب حمد النصيري وعدي الكاروشي فكان الشيماع فلما رسأت شفت الملف في الجامعة ورقيت بأنه الملف خالي من أي شهادة طبية تفيد بأن اللاعب عدي الكاروشي لا يستحق أن يلعب في الدورة 13 أو في البطولة شهادة طبية 21 يوم يعني حتى قرار حتى الشهادة طبية ما أعطيتش أنه عدي الكاروشي أنه ما يلعبش خلال الدورة 13 أمام أونبك أسفي لكن هذا الصباح أكد طبيب المنتخب الأول عبدالرزاق هيفتي بأنه هذا البرأة التي برأت جامعة الملكة برأت عدي الكاروشي فعيبه عار لأنه يتوفر على تسجيل صوتي من اللاعب يفيد بأنه أكد أن اللاعب عدي الكاروشي لا يخصوش يلعب 21 يوم لكن هذا الشيء ما يدخل في العقوبة دي الفريق الرجاء البيضوي فهذه كانت بقى مسألة شخصية ربما النقاش فيها سنرى نقاشات أخرى خلال الأيام المقبلة فأكيد لأنه هيفتي لأنه طبيعي الحالي أنه يطعن في المصدقات دي كان أعرفه شخصيا أن الدكتور هيفتي يعني حتى المسائل بساطنا ما تيهم لهاش فأكيد ستسعد الأمور إلى ما دعوه قبل شكرا